السلام عليكم كتب أحد المغردين اعتراضا على صيام أهل السنة والجماعة ليوم عشراء بأن حديث صيام عشراء ضعفه الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الحاديث الضعيفة والموضوع لكن أتباع الطلقاء يتمسكون بالحديث نكاية وإساءة وشماتة بالنبي وآل بيته سألني أحد الأخوة وقال لي هل هذا الكلام صحيح؟ هل فعلا الشيخ الألباني ضعف حديث صيام عشراء؟ خلونا نرجع للكتاب وهذا كتاب سلسلة الحاديث الضعيفة والموضوع للشيخ الألباني المجلد الثالث المجلد الثالث الحديث 1499 فلق البحر لبني إسرائيل يوم عشراء قال الألباني موضوع أي مكذوب هذا الحديث بهذا اللفظ مكذوب لكن الشيخ الألباني في نفس الصفحة أثبت أن أصل هذا الحديث صحيح قال قلت ومعنى هذا الحديث ثابت أي صيام يوم عشراء ثابت وين؟ قال في الصحيحين ثم ذكر حديث الذي في الصحيحين حتى ختمه بقوله فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه فهو أثبت هذا الحديث بأنه ثابت في الصحيحين وليس كما زعم المغرد فإذا الذي نقل هذا الكلام عن الشيخ الألباني إما أنه لا يعرف كيف يستدل أو أنه يدلس للأسف أما قوله أطلقا يصومون عشراء نكاية وإساءة وشماتة بالنبي وآل بيته صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الكلام أقل ما يقال عنه أنه بعيد عن الإنصاف والموضوعية إذ ممكن تطرح فكرتك وقناعتك من غير ما تسيء لأحد بل والله المسلمون قاطبة يصومون عشراء طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعا لسنته والسؤال المفرض يطرح لماذا الشيعة لا يصومون عشراء وليس العكس لماذا السنة يصومون يوم عشراء أنا كما تعرفون عني بعيد عن الطرح الاستفزازي ومحاولة الدخول في مهاترات ومناطحات ومناظرات لكن هذا السؤال مشروع مدام فتح هذا الموضوع أنت وجهت السؤال لنا لماذا نصوم عشراء الجواب لورود الأحاديث الصحيحة الكثيرة بذلك في مصادرنا وسؤالي لك لماذا لا يصوم الشيعة يوم عشراء مع ورود أحاديث كثيرة عن أهل البيت عليه السلام في استحباب صيام عشراء وتقبلوا مني هذا السؤال بكل أخوية وحبية بتقول لي وين أقولك في كتب كثيرة منها كتاب تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي كتاب تهذيب الأحكام الجزء الرابع كتاب الصيام هنا حديث عليا قال صوم العاشراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوبه سنة وهنا حديث عن أبي الحسن قال صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشراء وهنا حديث عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام قال صيام عاشراء كفارة سنة هذا في كتاب تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي قد يقول أحدهم لعل هذه الأحاديث غير صحيحة فليس كل حديث في كتبنا صحيح أقول بعض هذه الأحاديث وثقها وصححها العلامة المجلسي فهذه الأحاديث صحيحة وحتى العالم الشيعي المعاصر والمرجع المعروف الخوئي صحح أحاديث صيام عشراء بل حكم على أحاديث النهي عن صيام عاشراء بأنها ضعيفة يقول لك في أحاديث في نهي عن صيام عاشراء قال لك الخوي هذه هذه الضعيفة ارجع إلى كتابه شرح العروة الوثقة المجلسي 12 صرفها 316 وليس هذا في حسب بل الخوي قال الأولى استحباب الصوم في هذا اليوم استحباب الصوم هذا مو كلامنا هذا كلام علماء الشيع لذلك أعيد سؤالي ليس من باب الإحراج وإنما فقط من أجل الوصول إلى المعلومة والمعرفة إذا ثبت لدى أهل السنة والشيعة استحباب صيام عاشراء وصح أن رسول الله صلى الله عليه وآله صامه وثبت أن إمة أهل البيت عليهم السلام حثوا على صيام عاشراء فلماذا لا يصوم الشيعة يوم عاشراء اتباعا لأهل البيت عليهم السلام اشتركوا في القناة